اشتركوا في القناة من خلال الشرحي اللي بيعطينا الدكتور وشغله كمان الحلو صباح الخير صباح الخير اليوم تحديدا دكتور أديب بدنا نحكي عن زراعة الأسنان نعرف انه هيدا تقنية طورت كتير بس خلينا نبلش من الأول دكتور مع حضرتك زراعة الأسنان هو موضوع واسع كتير واللي حنحكي فيه بحلقتان يعني لحتى نقدر نعطي حقه وبهمنا نحن خلال الحلقة انه نقدر نوصل للنصيون نقدر نوصل الفكرة لازم المريض يعرفها وقت البد يروح يزرع سنانه هلأ هي من زمان فكرة الزرع بالمومية لاقوا فيه سنان مزروعة من الإفوار من هالقد؟ من هالقد شوف اداة فيه هالموضوع من زمان الانسان بفكر كيف بده يحط محل السنان اللي راحه من تمه لحد موصلنا ل 1965 يعني مع حكيم سويدي اسمه برينمارك هو حكيم جراح عظم فاكتشف مبدأ الأستيوانتجرسيون لأنه كل المحاولات القبل من شان نزرع استعملنا معادن كتير واستعملنا عدة أنواع من المعادن ما كان يزبط يعني ما كان توصل لمحال نيري ترفضها ترفضها نيري جسمي ترفض هذا الموضوع لحد ما وصل برينمارك وعمل هالبوميك بالأستيوانتجرسيون ومن هونيكي فتحيت إذا بدك عالم زرع الأسنان لحد 1980 وبلشيت هونيكي الاكتشافات والدراسات وريسورتش تكتر وتكتر على هذا الموضوع إذا فينا نشوف شوي الصور بس لحظة نفرجيتي كيف كان أول شي شكل الزرع يعني قبل لحظة نشوف نطف نطف هلأ أنا أفكر إذا منع أيام الفراع هناك دكتور يعني ما كان في بناش ولا كانوا ما باش كنوا يعملوا كانوا يدربوا شي على محال توجعوا إيدوا مية بالمية كانوا يعني بطريقة بدئية جدا بس أنه كانت الخبرية كتير بربرية إذا بني إذا فينا نشوف بس بريز الصورة التانية بس لتشوف الزرع كيف كان ياخد أشكال كان ياخد شكل الديسك كان ياخد شكل اللام الشفرة أو كان ياخد شكل الإجوي لكن مثل دبوس كان يحطوه كي يشك يعني يحطوه إيه دبوس يشكوه بقلب العظم ويركبوا عليه الأسنان هلا هيدا كل الموضوع كان يفشل يعني ما كانت تاخد أي ما كان يعيش الزرع أكتر من هيد لحد ما فينا نشوف صورة تانية بليز آه ولكنه لكانها شي فاشل كان بالأول شي فاشل لحد ما وصلنا تدريجيا طلعنا لوصلنا بالوقت الحالي لهيد الأشكال من الزرع لحتى عم نحاول نعطي للزرع شكل السن لأنه السن نحن نعرف أنه في عندي كراسيين الموجودة بقلب العظم وعندك التلبيس اللي تيجي من فوق وقتل تقبع السن أو السن بيروح من قلب العظم هو بياخد الفورن طبعه يا أما بدك تزرع شكله بيكون كونيك يعني بيطلع منحني أو بيجي سيلندريك أو بيجي سيلندرو كونيك يعني نحن عم نفرج هالأنواع من الزرع لحتى نقول أنه صار في عنا أشكال كتير بعملية الزرع والمريض وقتل بيجي اللي عندك على عيادة لازم يعرف بالحد الأدنى شو بده يزرع بتمه يعني ما يجي بس يقول أنا زرعة سنة لأنه هوني فيه قطب مخفية كتير وفيه أشياء فيتشيرز كتير بقلب الزرع لازم الواحد يعرفها لحتى يعرف شو بده يركب فينا نشوف بيز الصور الثانية يعني هلأ آخر اختراعات اللي عم نحكي فيها بالزرع هي مثلا ليتيا هوني عم نحاول نشوف أنه السن الرسين طبعا من تحت تاخد الفورن طبعا الزرع يعني نتجرب قدر ما الإمكان ناخد هالفورن من تحت لحتى نقدر نحطه ونرجع نعدان نعمر عليه التلبيسي طبعا بس فيه هلأ الأكتر شي اللي هلأ عم ندرس الريسورتش هو الأبيض الأبيض هو زرعة من الزيرتونيوم يعني اللي حنوصل هلأ وهذا ريسورتش كتير واعد بهذا الموضوع أنه نزرع السن اللي هو أبيض ما بقى نزرعه تيتانيوم معدن يعني ما بقى نحطه اللون المعدني التيتانيوم عم نروح فرنا على لون الأبيض لكن فيه دراسات كتير وواعدة الخبرية بموضوع الزرع هوني شو الأحسن دكتور بس أنه بقصة اللون يعني شو والله هي الماتيار لا أول شي الماتيار الزيرتونيوم كتير قاسي يعني عم بتفوط الزيرتونيوم مع التيتانيوم لتعطيرهم فرصة ما ولا تقويق أكتر اتنين من نسبة للزون استاتيك يعني فيه عندك مطارح بالزون استاتيك أو قاتي كتير بيصير في عندنا دي شو سمولة النيرة بتنزل النيرة حتى ما يبين معادي حتى ما تبين إشياء سئيلة من قدين بساطة عم نروح على أكتر وأكتر على الإشياء البيضة تعطيها الأدى شي طبيعي مية بمية وغير أنه الزيرتونيوم النيرة بتعشقه يعني بتحبه أكتر من التيتانيوم يعني وقت اللي بتعيش حواليه أو بتتأقلم معه بطريقة أفضل فخلينا نشوف شوي الصورة تانية بيص هون بهمنا بس نوضح شغلة لحتى نعرف شو الزرع الزرع هي تناية عن برغة مقلوز هنه ثلاث إطابات برغة مقلوز خلينا نشوف بيص ديمونسترشن صغيرة معاكي هون هون لاحنفرجي أنه الزرع مقلفي من ثلاث قطاع في عنا أول شيء الأمبلان بنا نحطه بقلب العظمي وقت منحطه هيدا الأمبلان بقلب العظمي هو مقلوز هون يعني بالنص ما في فن ما في درس هون ما عنا درس نحنا إذا منشوف أنه الأمبلان يفوق له بادوفيس مقلوز وقت منحط الزرع منحطه ومننزله بهذا الشكل بتنزلها هيك شو دغري بالنيري بقلب العظمي وقت نحنا عملنا الدريل نحنا حفرنا بكرة حنشوف بالحلقات التانية لعملية تيب تصير عم ننزل نحنا عم ننزل الزرع بقلب العظم وانس حطينها هادي خلصنا من أول مرحلة اللي هي جراحية هل قد بدأ تكون قد درسين الدرس الطبيعي تقريبا هل مازل نزول أوقات بيكون أكتر أوقات بيكون أقل حسب سماكة العظم حسب الغمق حسب تحت العظم بيمروا الأعصاب اللي يجب نخذ هادي اللي حنشرحها بعدين تلك رائعة ولي حيرجع بعدين بتركب فوق القطعة التانية اللي هو نحنا منقله البيليا الاباطمنت هادي وقت منركب القطعة من فوق ثلاثة أتاب فيها لكن فيها ثلاثة أتابات لكن حطينا البرغة نرجع منحط الأباطمنت ومنحط ثلاثة واحدة القطعة بالوقت دكتور قد بتاخد راح لعندك العملية بس أواشي خليني أسألك بعد قد الواحد فيها من زرع أو قد يمكن شيء لدرسه صار له عشر سنين أكتر بتقوله في شيء نيري بتقشوت ستنا لحنحكي بكل هود التفاصيل بعدين بحلقات تانية بس نحن خلينا نفوت تدريجيا بالموضوع لحطة يقدروا الناس شوية تستوعب الإشار اللي يزم يعرفوها لكن نحن بلشنا بالموضوع الأستيوانتجراشون هالبرغة نحن حطينيه بس هالبرغة كيف بيكموش قلب العظم نحن هون عملية بتوجع هذي أبدا 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 عملية متوجعية أبدا هو بيفكر واحد كلمة زرع هي كبيرة بس هي إفكتيف ما العملية هي خمس دقائق هي مننا شغلية يعني هي شوية بنج نفتح شوية نيرية بنحط البرغة هولا حنشوفهم تدريجيا شغلة منا صعبة بس نحن عم نشرح شوية المبدأ طبعه لحتى الناس تقدر شوية تستوعب أهمية لأنه قوات بفوت لعندك المريض بتقليله مثلا ما عنده درسين من وراء المولار رايحي لازم يزرع درسين بقلك حتى يوفر مصاري بيزرع درس وبيرجع بده بوصله مع الدرس اللي حده يعني هيدا المبدأ بس لنوصل إله بإذا فينا نشوف الصورة بليز الأستيوانتجرسيون وقت نحكي أستيوانتجرسيون شو هو هيدا المبدأ هيدا طبيعيا الدرس وقت اللي بيكون موجود بقلب العدم طبعه الوصلة بينه وبين العدم فيه شلوش فيه لجماه اللي هو بيخلي الدرس يكمش على العدم اوكي إذا فينا نشوف الصورة البعضة بليز هيدا الأحمر الحول الدرس هيدا شلوش صغيرة بتلقت الدرس على العدم اللي هي لموينة الكونيكسون بين الاثنين إذا بنرجع على قبل الصورة منشوف أنه الزرعة فينا نشوف الصورة القبل بليز إذا بنشوف الزرعة على البرغي العدم كما شو لز للبرغي دغري ما في شي بينه وبين اللي هيدا دونك مبدأ الأستيوانتجرسيون أنه العدم لحيفوت لحيكمش البرغي هون دغري بيجي على بالنا شغلة كتير مهمة أنه وقت لبدك أنت توصل عم بتركب التلبيسات تبعك وقت لبدك توصل درس مزروع على درس من طبيعي عندك واحد لقطة العدم ما يتحرك وواحد تحت الضغط بيعمل ريزيليانس مثل أمورتسما لكن وقت لبتوصلين مع بعضهم في واحد عم يعمل هيك واحد دي وهو ثابت شو اللي حيصير بعدين لحيكسل تنزع لتنين لكن لحنوصل لها النتيجة الحتمية من هون كتير مهم يعرف المريض وقت لبدي يفوت يزرع سنانه أنه ما يروح على مبادئ ويقول أنا بدي يوفر من هون أو وفرها من هون لأنه بعدين لح تدفع تمنا يعني بعدين لح يتخرب الأم بلا لح يتخرب عندك السن صح لازم يزرع دكتور لح نحكي هلأ عن موضوع الزر لازم يزرع لح نحكي فينا شوف الصورة بليز صورة لكن نحنا قلنا في عنا على ميلة اليمين عنا الأم بلا وعلى ميلة الشمال عنا الدرس الطبيعي إذا أنت شي جامد وشي متحرك إذا حطيتهم مع بعضهم في شي غلط لكن هذا المبدأ لازم ننتبه له نجع فينا شوف الصورة الثانية نحنا عنا هون السن رايح وبدنا نلبس البريتش طبعنا نحنا على طول مننصح صرنا أول خط منستعمله بالعلاج هو أنه نزرع محل السن اللي راح ما بقى نروح على مبدأ اللي شسورة البريتش هو مبدأ كان قبل قديمة ما كان عند ما كان عند أمكانية للزرع هلأ لا صرنا إذا فيه أمكانية والحالة الصحية بتسمح لك وحالتك المدية بتسمح أنك تروح تزرع سنك محل السن اللي راح أفضل بكتير ما تروح تعمل الجسر لأنه الجسر صار مبدأ ما بقى نعتمده بالحل الأول أوكي هلأ بهمني شوية نشوف الصورة اللي بعد أبريز هلأ لحتى نقدر نزرع أول جلسة بيجي لعنا المريض بنا نعمله إتود بريليمينار يعني أول بنا نطلب له الصور الصور للأشعة عنا الأشعة اللي هي دو ديمانسيون مثل البانوراميت اللي هي ما كتير صرنا بنعتمدها لأيين اللي هي بتعطينا نظرة شاملة بس صرنا بنطلب الإتسرائي اللي هو سي بي ستة اللي هو كون بيم اللي هي سكانر إذا بنا نعرف عليها اللي بتعطيني تروا ديمانشن تعطيني العظمة بثلاث أبعادة صرنا نشوف السماتي طبع العظم صرنا نشوف ارتفاعات العظم مثل ما عم شوف على الصورة اللي دكتور بيصيروا عندك بالكلينية هوا دي بصيروا بالكلينية هوا دي بصيروا بالكلينية هوا حلو طبعا يعني مش أنه الواحد عم بيروح كذا محال ويرجع لا 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 هوا دي بصيروا بالكلينية بس اللي بنا نقدر بس نشدد عليه أنه أول شغلة ما فينا نزرع ونعتمد بس على الراتجو بانوراميت صرنا بنا نعتمد على أشعة متطورة أكتر اللي هي التري ديمانشن اللي هي بتعطيني السماكي بتجي نحنا من الغد من نزلك كلها تحت العظم وفينا زرع منخلي شوي مننا مبين فوق العظم لكن في عنا عدة أنواع كل واحدة بتطلع بحسب السيت اللي منا نزرع فيه هادي شغلة أساسية من بعد ما نكون حضرنا الاتس راي بدنا نشرح للمريض شو عنده قدامه الجام الواسعة من الزرع وهون آه هلقات فيه جام واسعة بلبنان عنا بس مية وخمسة وعشرين نوع زرع اوف لأ المهون الحكيم أكيد لازم يواجهه لازم يقل له أية الأفضل وأية الأفضل لحتى لأنه في عندك زرعة بتعيش سبعة اثمان سنين عشر سنين لقدان في عندك زرعة بيقطع لعشرين سنين لكن هون كتير مهم هلقدي الأنواع شو بيصير دكتور يعني بترفض عن نيري بعد عشر سنين تنقو اللي بيصير اللي بيصير اللي احنا نحكي فيه كمان بحلقة تانية اللي هي اللي هي اللي هو معمول منه الزرع مغلف ببروتكسيون بأشرة بتخلي العظم ييجي ويعيش أكتر يعني يحبه أكتر لها المنطقة وغير أنه الضغط اللي بيحمله الزرع غير أنه كيف يتوزع الضغط بالأكل هؤدي كلهم بدوا ينعمل إلهم دراسة بريليمينار بدوا المريض لازم يعرف شو عم بواجهه قدامه شو بدوا ينقع لحتى نروح بعدين على العملية هلأ في عنا شي منقله كونتر انديكاسيون في شي اسمه كونتر انديكاسيون أبسوليو في منون ريلاتيف اللي هنه بيجي لعندي كل واحد مثلا افترضنا عنده سكري افترضنا واحد عنده أستيوبروز حبن عنده أستيوبروز في ناس بتدخين في ناس عنده ديمالادي أفنسي مثل الكنسر مثل يعني الأشياء الأمراض السلطنية للدم يعني هؤدي كلهم بدنا نحطهم لندرس الحالة طبعا المريض قبل ما نروح نقرر على الزراعة من أحدى الأشياء اللي بنا الأساسيين ركز علي أول شي هي الدخان الدخان النيكوتين هو العدو الأول طبعنا للزرع يعني نحنا مش قليل في ناس بثير بتدخين وبيقول لك أنا دخنته مصر معي شي بس بنا نعطي معلومة أنه نسبة نجاح الزرع اللي هي 97% هال3% بتطلع دغري لل18% لل20% وقت الواحد بدخين يعني وقت بيكون سموكر الواحد عملية الإشاك طبعه بتطلع من 3% لل18% لل20% يعني شوفي قد هاي دي عم نحكي نحنا للأستيوانتجراشون خليك إلى بعد سنة و سنتين طب ما هو خلصنا العملية وقطعناها أوكي ومصر معك بروغم طب بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاثة شو اللي هيصير بالعظم حواليك شو اللي هيصير بالنيرة هؤدي كلهم لازم يعرف أنه المدخن معرض للإشاك بالزرع بنسبة أكبر من أي واحد اللي هو شخص عادم شخص عادم أبدخين لكن النيتروتين شغلة كتير مهمة النيتروتين اللي نعطي معلومة صغيرة عنها أنه أول ما يواحد عبدخين بخلال ساعتين الميوترالز طبعنا النيرة طبعنا عندها قدرة امتصاص كتير قوية للنيتروتين لأنه النيتروتين هو باز فاب المنوع إيونيزي بتسحبوا لنير دغري دونك بخلال ساعتين النيتروتين بتحول لمادة كتير مسمة اللي هي الكروتينين اللي هي بتخلي عندك بتعمل بتصير تفرز الكولاجيناز كتير بقلب دمنا الكولاجيناز بكسر البروتيين طبع العظم يعني شوف أنت بيعمل يعني الشريان اللي عم بضخ الدم للعظمة لحتى تعيش العظمة بزم كتير يعني شوف أنت شو عم يعمل النيتروتين هود بخلال ساعتين النيتروتين عم فوت عجل سنة هو المدخن بقلك ما رح بيصير شي ما هو المدخن بفكر أنه أنا مثلا غيري دخن وما صار معه بروبلام وانا شو المشتل إذا دخنت أوكي في أوقات الناس منعمل لها عملية بيطلع بدخن سيارة بعدها بسيارة دغري يعني الشغلة هل أدى أوقات المضمن على الدخان صعب كتير من هيك منحاول كتير ومنلاقي كتير صعوبة مع الناس اللي بدخنوا يعني اللي نتقدر أوقات ما بيوقف مثلا برة بأوروبا بيعملوا له سيستام بيقطع فيه أنه أول شي جمعة بيقطع نيتروتين بيرجع لشهرين ثلاثة ما بدخن يعني بيمضو على أوراق يعني الشغلة ما أنا مسحة عم تتكلف على عملية عم تدفع حقه للزرعة وبعدين بتقول أنه والله ما مشه الحال الحكيم أو ولادة لونك هذه الشغلة كتير مهمة نقدر ننتبه له هلأ وقتل نحكي عن الأستيوبروز وهذا سؤال كتير بننسأل أنه إذا المدى من بعد المينوبوز صار عند الأستيوبروز وعم تاخد التراتمان طبعا هل فينا نزرع سنين أو لا وفي ناس قواتي كتير بيخافوا أنه بيقروا أو مثلا الحكيم بيقلوا لا أنت ما فيك تزرع عنديك الأستيوبروز عفوا الأستيوبروز هو بش بس متعلق بموضوع الدام مش بموضوع المرأة بس الأمرأة كمان الزلمي عنده 10% من بعد 50 سنة يعمل الأستيوبروز والأستيوبروز اللي نحكي عنه هو شئين في تكون أستيوبروز مليني اللي هي بتجي من وراء كانسر مثلا مريضة عندها كانسير درسان عندها مرض سلطان الصدر الثدي أو عندها مثلا البروستات الرجل دونك بيعمل أستيوبروز لأنه العظم طبعه كله بتخطئ بسيح حش بسيح هذا لكن هيدا لكن الملين وقتل نحكي عن أستيوبروز تيب ملين ممنوع منعا بطا أنك تعملي زرع وقتل نحكي عن أستيوبروز اللي هي بنيني اللي هي من بعد المينوبوز أو عم تاخد التريتمان طبعه الفيزاماركس وهو دي كلهم هو دي ما عنا أي بروبلم أنه تقدير تعمل زرع هلأ بس لازم بس هوني قدو مش هي زيتا طب تنفطرد قبل عملي زرعه وبعدين أوسط للمينوبوز ما عندها مشكل ايه ما عندها مشكل قصد هي زيتا إذا قبلوا بعد ولا لأ كالتال عضم يمكن بعدين طبعه لا لا اللي تشغلي إذا زرعنا وعندها أستيوبروز وبلشت بتريتمان ما عندها بروبلم الموجود موجود بس نحنا عم نقول حتى لو عندها أستيوبروز وعم تاخد لتريتمان فيها تزرع طبيعي بس لازم ننبهها أنه في عندها ريسك 0.001% عم نحكي قد 0.001% تعمي شيء اسمه أستيو نيكروز للمرسلات هالأستيو نيكروز هي ملدية بيانت مش من زمان كتير يعني أبارتير من دوميل دوميل دو وطالع اللي هي اتشفوا أنه هالعضمي أوقات بتنشف وما بقى بترجع بيلحم الجرح وبتصير العضم تهتري تلقائيا لحنشوف صورة صغيرة بس هوني بليز عن الأستيو نيكروز عن الأستيو نيكروز عند الماليني فينا شوف الصورة بليز لحن نحكي عن الديابات أبارت أيها ليمان سكري فينا شوف الصورة اللي بعدها بليز فينا هايدي صورة عضمة تتموا عم تهتري العضمة هيدا بكا ماليني خلينا نركز إنه هيدا بكا إذا حدا عنده سلطان الكانسير وعم يتعالج ممنوع منعا بيتا إنه نروح على عملية الزرع وكي لأنه عندنا ريس إذا عنده أستيو بروز إذا كان عامل كانسير والإمونيتات طبعه منيحة وما عنده أي مشكلة ما وصل لهيدا هيدا المعنى بيقدر يعمل عملية الزرع عنده عادية ما عنده أي مشكلة لكن هيدا شغلة مهمة بنا نحكي عن الأستيو بروز إنه من بعد المينو بوز من بعد الهيدا ما فيه أي بروبلم بيقدر يعمل تزرع سنانة وما فيه أي مشكل بالنسبة للديابات للسكري للديابات تمام طبعا لازم نعرف شغلة كتير مهمة إنه المعنى سكري على علاقة ووسيئة مع مرض النيرة يعني إذا أنت عندك إذا حدا عنده ديابات سكري بده ينتبه كتير منيح على وضع نيرته على وضع العظم عنده لأنه سترليه مع بعض يعني واحد أوهات إذا عندك التهاب بالنيرة كتير قوي وعم تاخد دوة للسكري أوهات الدوة ما عم يتفاعل معك وما عم يمشي وقت بكون عندنا التهابات بالنيرة يعني عندنا الميدياتير انفلاماتير كلهم موجودين يعني عندنا الانترلوكين بعده وعم يشتغل بقلب جسمنا اللي لاح يخلي الرجلاج طبعا الأنسولين ما لاح يمشي لحد لكن لازم نعرف كتير مهمة إنه النيرة طبعا بده تكون نظيفة وأنه نكون عندنا كنترول على موضوع السكري يعني وقت نحنا عم نعالج عم نعالج شخص معه سكري إذا عامل كنترول وعنده رجلاج الجليسيمي كتير ميح بقلب جسمه ما عنده أي بدن أي مشكل إنه يزرع سنانه منلاقي نحنا مشاكل عندهم سكري اللي هن الأشخاص اللي ما عندهم كنترول على السكري طبعا يعني عندك أوقات بيكون مثلا نفترضنا وخاصة نحكي بالمخزون طبعا السكري اللي هو أكتر وقت الأوقات مثلا المخزون بيكون 11 بيكون 10 بيكون 9 بيكون 8 ما منقدر نزرع بهذه الحالات اللي هو الزون تيرابيوتية اللي فينا نزرع فيها اللي هي لازم يكون بـ 6.5 تحت الـ 6.5 واللي عم ياخد التيب آنلي عم ياخد أنسولين ممكن يكون تحت 7.5 لكن وقت بيكونوا المخزون بهذه المراحل هاي دي نحنا قدرين نزرع سنان على الشرط أنه بعدين على الفلو أب بده يضل على طول السكري كونترولابل هو أحسن لقاله كمانا مش بس تماقل طبعا بس في أشخاص يتيري معهم سكري بتلاقي مش فرقاني معهم أكل السكر والشكرة والتخبيص يعني قد ما بديك بس عم نحتوي بالموضوع السنان يعني وقت بدك تزرع سنانك ويكون معك سكري بدي يكون عندك مرقلج السكري بشكل مية بالمية ما في أي بروبلم لحتى نقدر بعدين على الفلو أب وعلى اللونغ ترم هالزرعة تعيش يعني ما يصير في عندها ريزوربسيون ما تهتر النيري حواليها ما يهتر العظم حواليها وبعدين نقول أنه ما عايش معنا الزرعة تي دونك بموضوع السكر ما فيه بروبلم نعم تقريبا بعد معنا حوالي دقتان دكتور نحن نحكي بس بردون بدي بس ننسي شغلي عن اللي بياخدوا انتكواجولان هيدا بدي اسألك يا اللي بياخدوا مسيل مسيل للدام شو بيعملوا فيهم بس بدون يوقفوا المسيل بيحكوا مع طبيبهم طبيب الصحة خلينا نوضح شغلي بالنسبة للمسيلات نحن هلا صرنا بهذا الوقت المسيلات ما بقى نوقفها يعني نحن اليوم ما بقى نوقفها يعني مثلا عم ياخد هني المسيلات ثلاثة أنواع إذا ما نحكي عن الانتي بلاكتار مثل الأسبيرين مثل البلافيكس هوا دي ما بقى نوقفه يعني بتجي بتعمل الجراحة بس ما بينزل دم أكتر لا 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 كله كونترولابل هدا ما فيه أي مشكل دونك ما بقى نوقف هلا فيه عندك اللي هني أفانسي أكتر الأقوى اللي هني الأنتي فيتامين كا مثل الورفارين مثل الكومدين مثل هالأشياء الأوية هلا هيدا ساديبان حسب حالته هو ليه عم ياخد هالدواء السيلين إذا كان عم ياخد هالدواء السيلين ومعرض لجلطات أوية من هيك الحكيم عم يعطيه دواء أوية حسب الكيس طبعا لأنه وقت فيه عندك بيكون ملدية مثلا كاردياك عم يعطيه أدوية ما بيقدر يوقف أبدا هون نحنا في عنا بروتوكول نمشي فيه نحنا أكيد لح نعمل هذا شيء بالتنسيق مع حكيمه بس هون فيه بروتوكول نحنا منوقف الدواء لخمسة أيام منعطيه روليلا الإبارين منعطيه لوفينوركس إبر لحطي يضل على طول الدم طبعه سايل بس مش سايل بطريقة أنه يأزينا نحن عم نفتح الجرح بس كمان هون فيه شغلة مهمة بكرة لنحكي عنا عن التقانيات الجديدة اللي ممكن نستعملها مع الأشخاص من هيدا النوع اللي هي فينا نعمل نفتح الجرح هود كلهم نحن نحكي فيهم بالمراحل بس اللي عم ياخد أنتكواجولان الأسبيرين أو البلافيكس معنا مش ما لازم يوقفه وما لازم أبدا هو منه لحاله لأنه قوية بيجي اللي عنا المريض موقف من رأسه أنه عارف عندي ما وعد عن عندي ما وعده وقفت قبل اليومين لا هذا الموضوع كتير دقيق فما لازم نوقف أبدا دواء السيالين إلا بحالات كتير لميتة وأكيد بالتنسيق مع حكيم اللي هو وصف لك الفيزيشن تبعك أكيد حلو كتير مرسي دكتور يعني الأسئلة كتير رح أخذها معي للأسبوع المقبل لأنه يعني موضوع زراعة الأساني كتير مهم وحلو الواحد يعرف بيتفاصيله أكيد وعم ناخد كل المعلومات من حضرتك مباشرة على الهوى مع المشاهدين أكيد وإن شاء الله إن شاء الله نقدر نعمل جامعة جي حلقة مباشرة سورجيري نقدر نعمل جراحة مباشرة على الهوى ونقدر نشوف هالإطابات اللي حتينا فيها كيف منحضرها وكيف نتف نتف بتصير وشكل سهل شكرا لألك دكتور يعطيك ألف عفو أهلا وسهلا أهلا مشاهدين نحن رح نتابع معكم بلقاءاتنا وليكن هالمرة رح نكون بلقاء مسجل لحتى نعرف أكتر عن سيف بيوتي كلينيك وأنا بلكن باي ترجمة نانسي قنقر